ومن مساعيه الرامية إلى استقدام قلب هجوم من الطراز الرفيع اخترب ريال مادريد من ضم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو من موناكو الفرنسي صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت يوم السبت أن موناكو مستعد لبيع نجمه الكولومبي وأن النادي الملك مهتم بضمه في حال تعافيه بشكل كامل من إصابة التي تعرض لها في الركبة فالكاو يستعد لخوض أول مبارياته يوم السبت بمشاركة في كأس الإمارات أمام فالانسيا وذلك بعد غياب دام ستة أشهر أحد عشر يوما إثر إصابته بقطع في الريباط الصليب للركبة اليسرى